سادت أجواء الحداد الأحد في إسرائيل قبل دفن شارون الذي توفي السبت في الخامسة وثلاثين من عمره بعد ثمانية أعوام في غيبوبا الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز وضع كليلا من الظهور أمام نعش شارون وتوافذ الإسرائيليون من كل طبقات المجتمع بعد الظهر يلقون آخر نظرة على نعشه المغطى بعالم إسرائيل وقد وضع على رخامة سوداء في طرف باحة الكنزة كان شخصا مثيرا للجدل وبرأيه فإن أي شخص لديه قرارات ينبغي اتخاذها فإنه سيثير الجدل وهو رجل لعب دورا كبيرا في تاريخ إسرائيل وبكل موضوعية يمكن أن نقول إنه بطل هناك بعض الناس كانوا يلومونه لأنهم يعتقدون أنه قد خذرهم فهو قال إنني أرى شياء اليوم ما كنت أراها في الماضي على النحو الذي كانت عليه وهذه هي الحقيقة وشخصيا أعتقد أنه قد أبلى بلاء حسنا عندما انسحب من غزة فكان الأمر ضروريا لكن أعتقد أن معظم الإسرائيليين مادنون له بالكثير ويحترمونه ومن المقرر أن يتم التشيع بمراسم عسكرية في مزرعة العائلة في جنوب إسرائيل حيث أوصى شارون بأن يوارى ثرى إلى جانب زوجته ليلي بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء ترجمة نانسي قنة